موسيقى إن من عبد الطريق بشعلة لا كمن جمّد الطريق بغفلة في فم المستحيل صرخة أرض ضمّدت في البلاد صرخة نملة في بلاد تحمّمت بدمّاها نوح ثكلة وجرح مليون طفلة يا أخي في الجراح خذ من عظامي لك سيفاً واجعل صراخي قبلة يا أخي إن هجمة الليل همّ فيه نحسو آمالنا المضمحلة دوّت الروح من رنين أنين شاء للأمنيات أسوأ قتلة فخذ العزم من وميض الأيادي واحمل الأرض فوق كفك نخلة واستعد فجرك العروبي ورداً أبدياً يضيء بشرى الأهلة خذ خلّ عنك خلّ عنك الدموع واكتب بنار زيتها الحر هبّ من نزف مقلة بيدين النهار بيدين النهار يولد بكراً فأقيموا فأقيموا لعودة الصبح حفلاً بعد يومين بعد يومين يا رفاق سيأتي عرسنا الأرض تستعد لقبلة أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة سيكون ضيفنا شاعراً من غير الناطقين بالعربية لكنه أجادها شاعر ينتمي للعربية في وقت يبحث الكثيرون عن تغريب العرب والاستنجاد بالكثير للأسف من الأثواب التي لا تمتل العربية بصلة شاعر اليوم شاعر سنغالي أجاد بالشعر أجاد بالكلمة أجاد بحمل شعلة المبدأ والتأثير بالآخر سواء كان عربياً الآخر أو غير عربي نرحب بضيفنا معنا من الرباط عبر اسكايب الشاعر السنغالي المتميز حقاً محمد الأمين جوب مساء الخير يا محمد وأهلاً وسلام بك في بيت القصيد أهلاً وسهلاً مساء النور الحبيب الشاعر الجميل مصفى مطر نسعد جداً ونتشرف أن نطلع عبر هذه الشاشة ونحيي كل الطاقم الإداري في قناة الرافدين ونحيي كل الجمهور المتابعين لك من المحيط إلى الخليج ونحن كذلك سعداء بتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد الشاعر الرائع محمد الأمين دعنا في البداية نتحدث ربما عن طرفة معينة حصلت لك وأنت الشاعر السنغالي ربما أحدهم قال لك تفوقت على كثير من الشعراء العرب يا محمد كيف كان ردك أو حدثنا عن بعض من أمثال هذه المواقف والترائف تفضل طبعا في الحقيقة في أمير الشعراء لما كنت في مسانق أمير الشعراء دكتور سلاح فضل قال لي مثل هذا الكلام قال بالحرف لأن كنت شاعراً تلتمي من السنغال وتكتب شعراً يبز شعراء العرب لكن في النهاية الشعر كما أقول دائماً أؤمن على أن الشعر فيه جزء من الموهبة ولكن هناك جزء أيضاً مهم جداً من الكدح ومن الاجتهاد يعني اكتساب فكل من صار على الدرد وصل في النهاية كل من حمل هضماً لأن يكون شيئاً في الحياة وأخذ الشروط تحقيق ذلك ولا شك سيصل في تحقيقه إن شاء الله أحسنت يا محمد إجابة ذكية جداً حدثنا يا محمد عن ولعك بالعربية وكيف تشكلت أولى إرهاصات هذا الحب ما بينك وبين اللغة العربية ما الذي أعانك على إجادتها حتى أصبحت شاعراً يشار إليه بالبنان من هنا وهناك تفضل في البداية ربما الشيء الذي ساعدني كثيراً وساهم في تجربة الشعرية هو أنني أنتمي إلى أسرة دينية مهتمة بالدين يعني مهتمة بأمور الدين وأخوالي كلهم من علماء الدين معرفونك السنوات لذلك وجدت أبي معلم قرآن الكريم والجدي أيضاً معلم قرآن الكريم وجدت لكل الأسرة ذكوراً وإنافاً يهتمون بالقرآن الكريم لذلك لما بلغت من العمر الخمس سنوات أو سبع على الأقصى ذهبوا بي إلى المعهد لأتعلم القرآن الكريم نعم وبعد تعلم القرآن الكريم لازم على أن الإنسان يحاول أن يقام ما حفظ يعني حفظنا ولم نعرف ما مدى من هذا الكلام علمنا أنه رسالته من الله لكن لا نفهم من هذا الجانب نبدأ نتعلم اللغة العربية وكان طريقة التعلم أننا نحفظ كمية كبيرة من الشعر العربي الحقيقي بدءاً من الشعر الصوفي متمثلاً في البهدة المديح وفي الهنزية وأيضاً كتب كتب صاحب الجمهر ابن الدريب نعم وأيضاً ننتهي إلى شعراء الجاهري ومقامات الحريري من هنا اكتسبنا بعد الشيء نستطيع أن نقف قد نسقط ولكن نستطيع أن نقف ونشكل في أنفسنا مخزونة شعرية راسقة في الأنهار من هنا مدام جرس الموسيقي مترسخ في البهن يبدأ المحاولات قد يبدأ من خلال التنغم بالأبياد وأيضاً قد يبدأ بشعر باللغة المحلية مدام أننا لم نستطيع أن نحدث باللغة العربية بالطلاقة بحكم أننا في بيئة غير عربية هكذا بدأنا نكتب بطريقة المحلية كما أقول في جميع اللغات المحلية في السنغال الشعراء يستطيع أن يكتبوا شعراً في البحور الخليمية ما شعر الله هذا ليعلم كثير من العرب مثلاً بحر بسيط بحر طويل بحر كامل بحر رجز كل البحور تجده موجوداً سنذهب سنذهب أنا وأنت إلى السنغال والحديث عن تجربة الكثير من الشعراء الصاعدين وحبهم وشغفهم إلى تعلم العربية والإبداع وإثراء المكتبة العربية والإفريقية بالكثير من التجارب الشعرية سنتحدث باستفادة في هذه المسائل جميعاً يا محمد ولكن قبل ذلك دعنا نستمع إلى أولى القصائد التي ستستفتح بها هذا العدد المتميز من بيت القصيد إلى أولى القصائد يا محمد تفضل القصيدة الأولى قصاصات الذاكرة الأولى نعم كانوا بلا جسد كنا بلا روح لما امتزجنا اخترعنا الروح للريح كانوا كانوا عبقرة الفوضى كنا كنا كانوا 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 كما شاءت الأقدار يوم بلا جسد كنا قد وشحتهم بلا جسد الزمان لها ألقى التصابيح إذن بلا جسد بلا جسد بلا جسد بلا جسد بلا جسد بالطبط الأحلام كمرأة أنيقة قد تبدد صوتهم روحي روحي فنجد بحث من خلف قوته استغرق الموت هل ينجيه تلوير حين لا تفكرهم كثيرا طالما علموا وطالما نعكسوا أبدا كم كم مجددا كان دب في ليلهم شكوى وفي فجرهم بلوى فراحوا بلا وجه وتلقيح مضوا وقد خلعوا أرواحهم ثقة عادوا وما وجدوا غير التماسيح يا الله أنهم توجدهم كف معركة يحلقون جريحا خلف مجروح تقوسوا في حدوثي كاحتمال الردي حيث الحدوث احتمالات المصابيح كل يدفر في أوجاعه فمه كل يعري جراحا للتشاريح فم يؤسس مقهى الفجر ليلتهم هوضى ومعادهم فلك بلا لب الله 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 عليك محمد ما شاء الله نفضفوك ودامت هذه الروح الممتدة بالمحبة لكل بني الإنسان والتي لا تنفصل بطبيعة الحال عن البيئة التي نشأت فيها وهي البيئة الإفريقية التي لا شك أنك تعتز بها يا محمد قبل الذهاب إلى إفريقيا وتحديدا إلى موطنك الأم السنغال دعنا نذهب ونتابع إحدى قصائد الشاعر السوري الكبير نزار قباني وهي قصيدة تأسيرة ذاتية لسياف عربي ما رأيك أن تذهب معي يا محمد بكل فرح وصور إذن مشاهدين الكرام نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن نتابع هذه القصيدة ومن ثم نكمل هذه الحلقة مع شاعرنا السنغالي محمد الأمينجوب لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا أيها الناس أنا المسؤول عن أحلامكم إذ تحلمون وأنا المسؤول عن كل رغيف تأكلون وعن الشعر الذي من خلف ظهري تقرؤون فجهاز الأمن في قصري يوافيني بأخبار العصافير وأخبار السنابل ويوافيني بما يحدث في بطن الحوامل أيها الناس أنا سجانكم وأنا مسجونكم فلتعذروني إنني المنفي في داخل قصري لا أرى شمسا ولا نجما ولا زهرة دفلا منذ أن جئت إلى السلطة طفلا ورجال السرك يلتفون حولي واحد ينفخ نايا واحد يضرب طبلا واحد يمسح جوخا واحد يمسح نعلا منذ أن جئت إلى السلطة طفلا لم يقل لي مستشار القصر كلا لم يقل لي وزرائي أبدا لفظة كلا لم يقل لي سفرائي أبدا في الوجه كلا لم تقل إحدى نسائي في سرير الحب كلا إنهم قد علموني أن أرى نفسي إلهاً وأرى الشعب من الشرفة رملا فاعذروني إن تحولت لهولاكو جديد أنا لم أقتل لوجه القتل يوما إنما أقتلكم كي أتسلى مجددا نرحب بكم سادة المشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا عبر سكايب معنا من الرباط الشاعر السنغالي المتألق حقا الأستاذ محمد الأمين جوب مرحبا مجددا بك يا محمد وأنارت بيت القصيد مرحبا مرحبا محمد دعنا نتحدث الآن عن السنغال وعن الشعوب الإفريقية التي لا تتحدث العربية بشكل عام دعنا نتحدث عن انفتاح هذه الشعوب على لغة القرآن الكريم ومشهد مضيء لطبيعة ما يجري هناك في السنغال وغيرها من الدول الإفريقية التي تعتز بالقرآن الكريم والإسلام تفضل ممكن يمكن أن أقول على أن الإفريقية هناك علاقة منقدة بين العرب وشعب الإفريقية من صفة عامة هذه العلاقة كانت قبل الإسلام كانت برابط التجارة كما ذكر ذلك المؤرخون الكبار وذكروا على أن هناك اللغة العربية وصلت إلى السنغال وإلى إفريقيا بصفة عامة قبل أن يصل الإسلام ذلك بدافع التجارة ودافع التبادل والتواصل الحضاري فيما بينهم لما جاء الإسلام جعل الإسلام اللغة العربية نغة أكثر قداسة فيما مدى كان يسعمل لغة العربية لاتجارة لكن لما جاءت مع الإسلام أصبحت تحمل نكهة أخرى بمجرد أن تذكر اللغة العربية نتذكر القرآن فإذن بما أن اللغة العربية هي الوعاء للقرآن فهي مقدسة هكذا يبدأ الناس في طفولتهم يذهبون بهم إلى المكاتب إلى المحاضر والكتاتيب هناك يتعلمون القرآن وعندما يحفظونه مباشرة يبدأونه على يد الشيوخ يدرسون اللغة العربية ويهتمون بأكثر الاهتمام بدافع على أنهم سيكونون مبلغين لهذه الدعوة الإسلامية لكن مع المدة تتدح الرؤية لدى كل إنسان وآن إذن يعرف هل يريد أن يكون عالماً أو يريد أن يكون مفكراً أو يريد أن يكون شاعراً أو يريد أن يتعمق في شيء ثم يتجه إلى ذلك الأمر ويحاول أن يروي ضمأهم في ذلك المجال منذ ذلك الوقت أصبحت السرغال وإفريقيا بصفة عامة هناك الشعر موجود بطبيعة الحال لكن هذا النوع من الشعر محصور بالأمور الدينية مثلا الابتهالات قصائد الاستغفارات أستغفر الله يكتبون فيها قصائد ويكتبون القصائد المناجات أيضاً يكتبون قصائد في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم لكن أصبح الآن الحالة الشعبية تتتور وتتنوع بفضل أن العالم الآن أصبحت قرية صغيرة نعم حسنت يا محمد خذنا الآن إلى قصيدة جديدة ماذا ستقرأ علينا الآن سأقرأ قصيدة سكارة من الود والعشق خذنا إلى هؤلاء إذا إلى شرفة منسية قد توغلوا نشيش خطاهم زنجبيل معطل إلى التين والزيتون في واحة غؤى يجللني الشكي ويحلو التجلل إلى دحقة الشبلين وهو مثقل بتصبيحي العالي وللآن يثمن سيشتح حد الإنحناء كشاعر يفيد من الوجد اللذيب ويخجل الله فمنه يغار الكون منذ تجسدت ملامحه أشلاوه تتأنجلو فمنه يغار الكون منذ تجسدت ملامحه أشلاوه تتأنجلو تخالجه الأيام كان كلم يكن ولكنه موح وقلب مؤهال يضم فؤادا غضن خطة وهمه وفيه تجل الله والله أجمل الله تسكع يا رباه في طور قلبه رهيبا إلى أقصى لحبه يشكل بشار أو تخذتنا قلت ألم تخف فقال وأي الخوف هل كل مشكل غساء طوق ميناء الترميش وانتشاش نوحا إلى المرآة شوقا يهلل ودين 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 أعد هذا البيت يا محمد لأن الصوت كان يتقطع قليلا أعد البيت الأخير غساء طوق ميناء الترميش وانتشى شروقا إلى المرآة شوقا يهلل ودين ودين ونخل يبكي ويتحكي في الرؤى وما تكون من حظ من صنع ودي أزهل وما تكون البابا أعد البيت يا محمد على ما يبدو أن هناك مشكلة بالصوت الآن واضح تفضل وبقلق يبكي ويدحك في الرؤى وما زلت من عزب التناقض وزهل دعنا نكتفي بهذا القدر من هذه القصيدة محمد وسنكمل فيما يتعلق بالشعر بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام ومن ثم نتابع هذه الحلقة يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاجرين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام عودة إلى ضيفنا عبر سكايب من الرباط الشعر السنغالي محمد الأمين جوب محمد دعنا نذهب الآن إلى الشعر مباشرة ونؤجل النقاش خذنا إلى قصيدتك الجديدة التي ستقرأها علينا إلى الشعر يا محمد تفضل إذن سأقرأ قصيدة قنبلة ووردة تفضل عندما اشتدت الرياح استداما إنحن الدرب واستدار تماما كان ما لا يرى يدق أمامي مرة ثم يستطير حماهما كان للوقت مشهد غير أني قد ودعت الرؤى هناك ركاما جميل وتحملت جرح كل ذبيح فرنوت الأسى فعاده ياما فتسلقت في السديم كأني وابن يقذان نستعيد القداما الله 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 إهبتوا بعضكم لبعد عدو أسلح الكون واملأوها رخاما آدم ما وألف ألف حوائن قد أقام الهوى جدارا فقاما يبنسينا طبيب كل جريح فاشفني الآن كي تعود إماما يبنسينا طبيب كل جريح فاشفني الآن كي تعود إماما فالخوارض شكوت ببطري زاد صفرا لكي أعد تماما الله الله لستطينا حتى تفتش جلدي أنا ذات الهوى بشكل الخزاما بخيال يظل يعكر صفوي حين أعلي على الحضارة هاما صاحب الطفل وتغنت بلابل الشوق وهما صاحب الطفل وانحدرت هلاما كل ما في الحياة أجمل لما عادت النار في بغدا سلاما قبل أن قالت القصيدة شيئا كان جن يزج في كلاما لي أم بحجم حبي تغني منذ ناديتها بي يا إبوي وماما يا جنوب الحياة قد ضاق عمري فاكشف الذات أو ترد الحماما ما شاء الله عليك ما شاء الله يا أبو أحمد أبو أحمد دعنا يا محمد الأمين جوب وأنت الصديق قبل أن تكون ضيف الرافدين سيكون لنا دعنا نتحدث انطلاقا من حبك للغة العربية عن التصور الذي تتطلع إلى خدمة بلدك السنغال فيه من خلال حبك للغة العربية حدثنا عن شيء من أفكارك المخبأ لربما أعد السيارة للسؤال دعنا نتحدث انطلاقا من حبك للغة العربية عن كيفية خدمتك لبلدك السنغال دعنا محمد من جديد أطرح عليك السؤال نعم انطلاقا من حبك للغة العربية كيف ستخدم بلدك السنغال حتى يظل كل من يحب اللغة العربية على صلة بالشعر العربي وقريب من محمد الذي يحب العربية كل همي أن أرد الجميل للشيوخ وللأساتذة الذين ودعوا لبنة ولبنات أصلا ودعوا لبنات هامة في مشروع هذا الفتاة وأحاول غدا أن أكون عند حزن زنهم وأستطيع أن أطلع لأولادهم ولأطفالهم ما وصلت إليه وحتى أحاول أن أدعمهم حتى يصلوا إلى أعمق ما وصلت بإذن الله إلى الشعر مجددا يا محمد فمثلك لا يمل حياكم الله تخضر إلى قصيدة جديدة ما دام أننا ذكرنا السنغال قصيدة في البداية لها علاقة بالسنغال وليكن تفضل بعنوان إصغاء للسيمفونية أخرى نعم كي يصل إذ يغني والمدى عسل كساجمان وقد تاهت به المقلو كبابمان وهو في أقصى تمايليه فوق المنصات والأحداق تشتعل الله الله ككوتشو برم حكيما جاعلا فمه حلوة طرائف إذ نذه ونبتهله كشر ذاد وقد أدهت عمالقة كنيتش حين يناغي حين ينزعل وحين ينقض من بؤس الحياة إلى بؤس الحياة فلا يدن ولا يصل وحين يبكي كأشجار السماء إذا تنزل الغيب حتى تعشب المقلو رأيته وكأن الخوف ينهشه والصمت يفسح ما لا تفسح الجمال وكان يسغي لسنفونيتي أرق فغام وحمر ثم اخضر يكتمل وذل يسقط طفلا من عباءته يسه وينهد يرخي ثم يحتمل أردته شاعرا يفتر في داعة لكي يجول على أفكاره الأمل أردته ساخرا للحذ في زمن عيونه خارج الأحداق تكتحل أردته ما أردت الآن لامرأة جميع أخطائها في روحها العثل أردته دفترا حرا ومقلمة وشاعرا لم يكن من قبل ينجاعله وذل يعشق بنتا ثم تتركه في الخيبتين فداخت حوله الحيال صبرا بكل لغاة الأرض يا رجلا قمحا تشكل من مخياله الرجل صبرا بكل لغاة الأرض يا رجلا قمحا تشكل من مخياله الرجل يأتي واضحا نعم فحزن غيرك مقطوع ومنقطع لكن حزنك مرفوع ومتصل الله الله فحزن غيرك مقطوع ومنقطع يا الله لكن حزنك مرفوع ومتصل ما كنت فردا ولكن كنت مجتمع بل قارة تتخفى خلفها الدول نظرتاه احتدام الصفصتان فكم نمى به القوم حتى بات يبتجل مقدرا جرح قوم لا دماد له في قلبه كل وجد الكون مشتعل والقلب مسقط رأس الأنبياء فكم تناسل فيه والأسرار تنسدل والروح أفخم قصر قد نلوذ به في بهو ساحاته تستوطن الرسول ونرشي تحتضن الدنيا كأن له مع المجانين حبلا ليس ينفصل يعلي صداه على فجر العصور على غبيعه ويرى الأبعاد تحتفل يقول لي وغد الأشياء منشغل كم مر بإسفنوزا وهو منشغل أمام عينيه جميل فلاحظت يقول لي وغد الأقدار منشغل كم مر بإسفنوزا وهو منشغل أمام عينيه ما لاحظت من لغة نامت ولكن ما الأحشاء تشتعل ولكن ما الأحشاء تشتعل تشتعل الله الله ما أجملك يا محمد حقيقة أنت بهذه القصيدة وهذا رأي المتواضع تعيد إثبات أن اللغة العربية تستطيع أن تحتضن مختلف القوميات والهويات الأخرى فتعبر بمشاعرك العربية تجاه قومك الذين لا يتكلمون العربية تعبر عن مشاعرك تجاههم وتتحدث بلغة عالية عن القيم والأشخاص والنماذج والرموز الذين مروا على تاريخ السنغال سابقا وحاضرا أحسنت يا محمد تعلم الحياة كم الله الشعر في الحقيقة هو هكذا يعني نعم الشعراء أنا أؤمن تفضل وأعتقد جدا على أن الشعراء من تبيعة والأدباء بسبة عام لا دولة لهم أحسنت كل دولة فيها الحب وفيها الإتمئنان وفيها القرار هذا دولته نعم كل دولة فيها الحب وفيها القمح وفي كل شيء له سلة بالورد هذه دولتهم بلا شك وكل دولة فيها وجع وهم وكل دولة فيها وجع وهم ينبغي أن ينفذوها من هذا نعم أحسنت أحسنت يا محمد نعم في إطار حديثك عن الدول والسماء السلام والطمأنينة وما يشغل الشاعر من فكرة سلام عالمي دعنا نتحدث عن تجربة المبادئ والقيم التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذات الشاعر ربما لا أستطيع أن أعد الكل نعم هذا مؤكد لكن دعنا نتحدث عن فكرة تأصيل ووجوب لزوم أن يكون هناك مبادئ وقيم يحملها الشاعر حتى يثبت أنه أهل لهذه الموهبة تفضل بالإجابة محمد بكل تأكيد أستاذ مصطفى كما علمتم الشاعر المبادئ نعم والفن والأدب بصفة عامة مبدأ من المبادئ الشاعر إذا لم يكن له مبدأ قوي فهو لا فرق بينه وبين المغني لذلك لابد أن يكون لديه أهدام وأبعاد ورؤية مختلفة لذلك يعد شاعر في الأدب الجاهل نجد أن الشاعر هو قائد وفي الأدب الإسلامي أيضا نجد على أن قبل الحرب أمثل هذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن ثابت وهؤلاء وفي جميع العصور حتى المتنبي كل هذا في عصورهم كانوا يحملوا المبادئ الشعرية قوية فتنعكس هذه المبادئ إلى القصائد فتكون هذه القصائد لائقة بالخلد أحسنت ولائقة بالثبات أحسنت يا محمد لذلك كل الشعراء نجد في القرن الأول هجري ثاني هجري ثاني هجري رابع إلى عصر الحديث هناك آلاف من الشعراء أصحاب المبادئ لكن الذين استمروا وتركوا بصمتهم هم الذين كانوا عندهم مبادئ وانعكست تلك المبادئ على القصائد أحسنت يا محمد الوقت مر سريعا رفقتك وصحبتك محمد الأمين جوب شاعرنا سنغالي الجميل المقيم والدارس في الرباط في المملكة المغربية محمد خذنا إلى قصيدة الختام ماذا ستقرأ علينا مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد إلى الشعر سأنظر قصيدة نعم قصيدة أحبها لأنه إلى قصيدة تفضل اختم كما شئت وكيفما تحب إلى محمد بطاع البيتوري الشاعر السوداني العظيم تفضل وأن أعمل اختيار يا محمد شفتاه بيتوري شفتاه موسيقى وأغنيتاه لم الله الله ويداه في غرف الأسامي لم تسم الله الله عليك شفتاه منذ البدء تقتر بصمة فالأرض تعجب كيف يدحك في الألم كنبوءة تشتم رأس خطيئة ما الأمر هذا المنتهى نهر يذم ما الأمر هذا المنحنى يجتاحنا فالبح عكس الموت في دمنا اغتطم كنا يسوعيين نحمل غربة في روحنا لندشن الشجن العم كنا كمن غابوا كمن حذروا كمن ودعوا معاني الناي الجبل الأشم ولنا تعاويذ الخلاف لهم فمن يسحوا بمعترك نهار فيختتم لا ذو بهذا الرم لا ذرم نبي بقلوبهم لمحوا شبابيك العدم بقلوبهم لمحوا شبابيك العدم الله عليك ما أجملك هنا وفي كل القصيدة حياكم الله وقفوا وأقدام الوراق زحية جميل مروا بلا خوف وظل الهول جم سرقوا مصابيحا أضاء عالما يغري لكون قد تربع في الظلام ستقص ستقص السنة الملائك قصة من يوم بدء الخلق لم تردخ لفم ستقص السنة الملائك قصة من يوم بدء الخلق لم تردخ لفم من قال لا في الشعر أرفض لاءه أرضى بلائك أم بقولك لنعام الله هذا الفتى الذهبي يحمل حلمه بشجاعة يرمو ويرتجل القمم مستعصما بالرعز يحمل سكرا في كفه يفتر يمسح كل دم نظارة شغف تؤثر وجهه ليشف في الموجود ما خلف العدم شفتاه موسيقى وأغنيتاه لم ويداه في غرف الأسامي لم تسم اللهم أجمل البداية وما أطيب المختتم يا محمد الأمينجو شعرنا سنغالي الجميل في ختم هذه الحلقة لابد من وقفة في النهاية عند نصيحة تقدمها لمحبي ومجربي وأصاعدين من الشعراء في إفريقيا ككل وفي السنغال بشكل عام بشكل خاص السنغال وأفريقيا بشكل عام كما تفضلنا وتحدثنا رسالتك إلى كل من يحب العربي ويحب أن يحترف الشعر ماذا تقول؟ أستاذ مصدفة ربما لست لائقا للنصيحة لكن سأنصح الشعراء جميل هذا التواضع يا محمد هكذا للبعد لكن أقول أن الشعراء عليهم أن يحاولوا أن يكتبوا الشعر نعم أولا ليس الكتاب للشعر فقط لكن ينبغي أن يكون لكل شعر مفهوم لشعر يعني إذا أردنا لابد أن تكون هناك تجارب شعرية مختلفة نعم وإلا ستكون هناك استنساخ لنسخ شعرية أحسنت مختلفة وفي نهاية الحياة ستنقرد أكثر الأسماء فتبقى الأسماء القليلة التي فضلت التفرد نعم لذلك كي لا نموت علينا أن نركز جيدا ونعرف ماذا سنفعل في ختم هذه الحلقة أمانتك للغة العربية ورسالة لابد منها ماذا تقول؟ للغة التي تحب العربية في الختام ماذا تقول يا محمد؟ سكب الفراهدي خمر بحوره لنظل في عمق الجمال نعربد والشعر مملكة تقول لأهلها لا فرق إن الحب فينا السيد إن الحب فينا السيد أحسنت يا محمد مر الوقت سريعا لكنني كنت سعيدا جدا في هذه الدقائق وفي هذه الحلقة وأنا كذلك أحسنت جدا أنا أكثر والله محمد لمينجوب الشارس نقالي الجميل نتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن أستضيفك يوما هنا في استوديوهات الرافدين والله نسعد كثيرا إن شاء الله بعد هذه الجائحة ستنفتح الحدود بإذن الله وستتطلق رؤية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نسأل الله أن يزيل عننا وعنكم هذه الغمة وتنكشف قريبا إن شاء الله شكرا جزيلا وأن تصدق ديوانكم إن شاء الله لا مشكلة شكرا جزيلا لك الشاعر السنغالي العذب حقا محمد الأمين جوب المقيم في الرباط حاليا بهدف دراسة وشيدنا الكرام بهذه الأفتاء الطيبة من شاعر حب العربية فجعل نفسه في محرابها عابدا لله متعبدا بكتابه مقبلا على حبها في هذه رسالة لكل من ينتمي للغة الضاد أن يعتز بهذه اللغة أن يعتز بهذه الهوية وأن يعمل من أجل رفعة شأنها تماما كما يعمل من لا ينتمون إلى العربية نطقا ولكنهم ينتمون إليها مبدأا وأخلاقا ورسالة شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختم حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التماني والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة